بس أخذك لنقطة مجابعة المنتخب الكاميروني بلعبته اللي موجودة في الوقت الحالي هو أقل المنتخبات عكس الفاروق الكبيرة تتعامل معه إزاي أقل المنتخبات الكبيرة عدداً في اللعيبة اللي هي هاي ليفل يعني هو عنده فانسينت أبو بكر أبو بكر ورجل نمراتيس تيكامير هما تنين جابوا الهداف ورجل بيلعب بيحط له مكورة دفاعه عادي جداً نص الملعب في تفندر كوي يعني ما عندوش زي المغرب سبع لعيبة جامدين قوي ولا زي كود فوار ولا زي كود فوار أكتر من تمانية مية واحدة جامدين جداً حوات كورة عندهم كمان فهم صحيح الراجل بيطلع ويقدر عشان كده بيتعالوا عالك كورة ويطلع يعمل مشت رجله كده ويطلع يعملها كده لا هم أقل الفرق بس عندهم باور الجمهور يا كابتك وبالتالي لا أنت تقدر تعمل شغلك عليهم لكن ده بقى منتخب عاوز شيء من أنك تهمد الجمهور باص 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 من غير بقى ما تحسزه أن أنت مستنيه أو مساعة جس النبض تزيد لا أنت لازم بس ما تحاولش تقطاحمه مبكراً ليه؟ لأنه هو كمان على قد فهمي زي ما حصل كده مع كود فوار لما بدأت هي تحس أنها مش عارفة تيجي نص ملعبنا صحيح فأنت قدرت تسيطر لأن اللعب المصري بالمهارة والزكاء يقدر يكسب العضلات فكرة أنها تطور الماتش ده في ماتش زي ده كده موجودة؟ طبعاً ولا أنك تخطف للبداية؟ لا للمغامرة تخطف حاجة والمغامرة حاجة يعني مش عشان إن شاء الله الكرة تبقى مديانا فنروح بالستة والسبعة ونبقى إيه؟ إن احنا الله رحمه كابتن جاري إحنا مش بتوع واحدة بواحدة لازم كل حد يستغل كامل أسلحته يعني مش هجمة بهجمة يعني عم أمكاناتهم البدنية عشان الإمكانيات البدنية دي لكن أنت طول الوقت هتدور على الخطيفة دي الخطيفة دي أكيد بتركها معها يعني لكن لا داعي للمغامرة وراء بعض وراء بعض الدخول بقى في إمكانيات وإمكانيات ونخش بقى في إمكانيات ونخش في يخابة ربي بص واحدة رجعت علينا كذا لا 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 بس كنت بتفرج على ماتش الكاميرون الهائي ده اللي هو بتاع 2017 يعني فانست أبو بكر يقولي كان أحرز هدف الفوز هو اللي جابه جوه يعني أنت بس يعني تعامل معاه بقوة وهو فرود يعني جوه الثامنة عشر بس بالزبط فأنت لازد تخلي بالك أولاً لازم أنت تأمن الناحية الدفاعية عندك قوي لازم ولازم يبقى فيه تقارب بين الخطوط بتاعتك وإنت قدرت تعملها في ماتش المغرب وفي ماتش كدفوار صحيح يعني قدرت أن أنت تحمي نفسك وفكرة الانتخال اللي هو إيه جابهات لا التطوير بتاع الهاجمة ما بعد كده ما أنت عندك محمد صراح ما زم في الهدف التاني مع الوقت وكده أنت قدرت أن أنت تشن هاجمة بعد ما أرهقت مدافعين بتوع المغرب بس عملوا اللي أنت قلته كنا برضو كتلة لعبتنا قفلة على لعبة المغرب وبالتالي خدنا الكرة باس والتاني صلاح اللي كان هم عندهمش إلى ثلاث بكات أنت زهقتهم وهمتهم سواء كدفوار أو المغرب أنت حسستهم أن الدنيا مقفولة هنا ومع طول الوقت صعب أنك تختار صعب أنك تختار بس الحقيقة من المرات الجميلة من أيام منتخب أيام الكابتن حسن اللي هي مش فكرة أنت تدافع لا فكرة تحركات متكاملة يعني الناحية لمين بتعمل هلالية كده فتلاقيهم بيقفله تكتشف أنه العيب بياخد الكرة قبل ما يعد فاروق يلاقي العيب تاني ويلاقي العيب تالت واللي عايز يعني يبصيله هو متراهب طب وجود يعني طبعا أحمد حجازي لا خلاص راح الماني وبالتالي عودة الوينش في ماتشز ده مهمة ولكن هل الفترة الإصابة دي كام يوم العدم تأثر ما اعتقدش يعني أنه ألمين على الوينش لا أكيد ولا تشتغل ولا تشتغل ولا تشتغل محمود علاء لأنه هو نزل محمود علاء الماتش بالفاق ما لدينا بدلي كويس وإعداد يعني الناس شغالة شغال كويس ما اعتقدش هيغمروا بحد يخسروه مش عشان تغييره لا يخسروه في كورة فما يألحقش يعني تشد منه في واحدة يعني أصدق الوينش ممكن ما يبتديش لو كان مش هيقدر مش هيبدأه بيه لو مابتداش الماتش اللي فات لا مبعبش لعمل الماتش اللي فات كان لسه هو كده اتمران أربعة ايام بقى فل تمرين يعني أكيد تجرب كويس قوي خلال الأربعة ايام اللي فاته دول هو مش عيتاخد قرار بأودته إلا إذا كان وصل تمامي هو مش عايز يخسروه في واحدة من المراقبات مش بس كتغيير ما كتغيير على الله على الله وينزل محمود مثلا محمود علاء لكن هو مش عايز يخسروه في إسراع فردي فتلاقي الرجل انطلق ما هو مش هيوقف يسمع ليه لو وقع ترجمة نانسي قنقر